بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة من هو أعظم رجل وأكثر تأثيراً عبر التاريخ البشري كله؟ حسب دراسة قام بها الدكتور مايكل هارت وهو صاحب كتاب المئة الأكثر تأثيراً في التاريخ البشري وضع مقاييس علمية واجتماعية عن أكثر مئة شخص أثروا عبر تاريخ البشر المعروف كان كما يقول هذا الكاتب الرجل رقم واحد الأكثر تأثيراً هو محمد صلى الله عليه وسلم طبعاً أيها الأحبة هذا المؤلف بذل جهداً كبيراً ليبتعد عن تشويه الإسلام لأن صورة الإسلام مشوهة لديهم صورة الإسلام يعني وصلتهم بشكل خاطئ ولكن على الرغم من ذلك هذا الباحث درس حياة الكثير من الشخصيات بشكل منصف وربما نعجب أنه وضع اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على رأس هذه القائمة ويقول هناك أسباب قوية لذلك هو يبرر يقول إن محمد عليه الصلاة والسلام هو الرجل الوحيد الذي استطاع النجاح على المستوى الديني والمستوى الدنيا ويعني كان ناجحاً كدعوة إلى الله كنبي وكان ناجحاً اجتماعياً في إدارة أسرته وإدارة قومه إن تأثير محمد كما يقول هذا الرجل أو هذا المؤلف محمد عليه الصلاة والسلام تأثيره لا يزال قوياً على الرغم من مرور أكثر من 1400 سنة والنبي محمد هو قائد سياسي تمكن من إنشاء دولة قوية جداً وناجحة دينياً وعلمياً واجتماعياً لذلك هو مؤهل ليكون الرجل الوحيد الأكثر تأثيراً في تاريخ البشرية بالله عليكم يعني هذا الرجل غير مسلم الذي ألف هذا الكتاب وضع مقاييس علمية فوصل إلى هذه النتيجة منهج هذا الباحث كان اختيار الشخصية الأكثر تأثيراً على مر العصور فمنهجه العلمي قاده ليضع اسم محمد عليه الصلاة والسلام كأكبر شخصية مؤثرة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وهذا يعني أن أي إنسان ينظر إلى نبي الإسلام نظرة علمية علمية محايدة سوف يصل إلى هذه الحقيقة كل هؤلاء الذين يحاولون أن ينتقدوا النبي هي محاولات لتشويه صورة النبي محاولات غير عادلة وغير منصفة أيها الأحبة طبعاً أيها الأحبة هذا الباحث مايكل هارت لم يعتنق الإسلام يقول إن محمد عليه الصلاة والسلام نجح بشكل رائع في القيادة على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي والمستوى الأممي قاد أمة ويقول أيضاً إنه لا يوجد رجل مثل محمد عليه الصلاة والسلام امتلك هذا التأثير القوي جداً على مدى أكثر من 1400 سنة يعني تصوروا رسوم مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام هزت العالم ملياري مسلم انتفضوا الكل دافع عن هذا النبي على الأقل بقلبه لا يوجد مسلم يرضى أي إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا التأثير تأثير قوي جداً على قلوب ملياري مسلم أيها الأحبة لذلك هذه الظاهرة تدعو للتأمل والتفكر وتدعونا أيها الأحبة أن نفتخر بهذا النبي الكريم وأن يكون هذا الكتاب دليلاً لأولئك المشككين الذين ينتقدون الإسلام ليلة النهار نتمنى منهم أن يقرأوا هذا الكتاب فقط أن يقرأوا أن يقرأوا ما يقوله علماء الاجتماع عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أحبتي في الله أحب أن أختم هذا اللقاء بآية عظيمة قال فيها الله سبحانه وتعالى قل مخاطباً حبيبه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الهداية لا يمكن أن تحصل عليها إلا باتباع هذا النبي لا يمكن لإنسان أن يهتدي في العصر الحديث إلا إذا اتبع تعاليم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين والمتبعين لسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته